في مشكلة كبيرة الناس بتقع فيها وهي مسألة انهم يخلطوا ما بين المفاهيم خلط ما بين المفاهيم زي الخلط ما بين ان واحد يضع ايده في النار وهو فاكر ان هو بيضع ايده في الماء البارد المفاهيم ممكن تكون ملتهب من المفاهيم اللي تم الخلط بينها هو مفهوم الحياة ومفهوم الدنيا الناس خلوا الدنيا هي الحياة والحياة هي الدنيا فأدى ذلك إلى انهم يحصل عندهم شيء من اسوأ الاشياء اللي ممكن تحصل للانسان انهم يكرهوا الحياة والحياة في الحقيقة نعمة الله سبحانه وتعالى يعلن للعباد ان هي ستكون مكافأة للصالحين من عمل صالحا من ذكره وانسى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فالحياة طيبة نعمة من عند الله سبحانه وتعالى ايه اللي خل الناس تخرط ما بين مفهوم الحياة ومفهوم الدنيا ان في ناس كتيرة كانت بتفاهم الناس ان هما كل ما يتركوا الحياة كل ما يكونوا زاهدين وفي الحقيقة ان كل ما نستثمر الحياة وكل ما نحب الحياة كل ما نكون مقربين من الله سبحانه وتعالى وشكرين من نعمته اول حاجة علموا اولادكم حب الحياة ولن تستطيعوا ان تعلموهم حب الحياة الا اذا انتم قمتم بحب الحياة واستثمرتم فيها استثمروا فاجعلوا اولادكم مع كل صباح يستبشروا بان الحياة تبدأ من جديد واذا ضاقت عليكم الحياة تبسموا في وجوههم واعلموهم ان حب الحياة عبادة